السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبيبي عاملين ايار بكونوا خير وبصحة وعافية ان شاء الله النهاردة جاين نعمل مع بعض ايه الجمال اللي انتو شايفينه ده اه فعلا جمال والله كمان مرة الطعم تحفى لو دقتو الطعم مش هتبطلوا تعملو ايه هو ده يا ويدا ما انتو شايفين طبعا حبيب قلبي لا ده مش كريم كراميل دي بطاطا بكريم كراميل البطاطا اليوم اندور رخيصة ومالية السوق لانها اكلة شتوية حبيب قلبي زي ما احنا عارفين هو ده احلى وقت لعميل البطاطا نعملها بقى ما شوية نعملها بالسكر زي ما انتو حبين احب اشكر قناة توتي فودي انسانة فعلا محترمة بمعنى الكلمة مش بقول كلام ربنا يجبر بخطرها زي ما بتجبر بخطر الجميع جبرت بخطره وبعتتلي خمسة دولار ومش اول مرة حبيب قلبي بعتتلي قبل كده خمسة في خمسة وبتساعد كل القنوات اتمنى تدعموها حبيب قلبي وتخش وتشتر كلها فعلا انسانة مصرية اصيلة استحق كل خير والله والله بحبك في الله بدون اي مقابل اللي بينا نشوف هنعمل البطاطا زي يا حبيبي نبدأ كلامنا بالصالح عنا بيصلى الله عليه وسلم الكمية دية كيلو من البطاطا بناتي حبيبي بننقع البطاطا لمدة ساعة ساعتين وبعد كده بنجيب الفرشة وبنغسلها حلو جدا من التينة اللي بتبقى لازق عليها طبعا بنغسلها بفرشة الخضروات وهتجبه فرشة تانية وتغسلوها بيها يا حبيبي خلص قشرتها بالمبشرة بالشكل اللي انتوا شايفين وقطعتها طرنشات حلقات مكعبات برحتك جبت الحلة وانزلت بالبطاطا وحطت عليها نص كباية من المية لان البطاطا بتنزل المية حبيبي قال بيخلوا بالكم ما بقطرش المية ايزا لقتها مستوتش معايا وشربت المية اللي انا حطتها بزود حبة بسيطة من المية لغاية ما تستوي معايا بالشكل ده اول ما بحط الحلة على عين البتجاز بيبقى العين علي شوية اول ما بلاقي حبة المية اللي انا حطها بيبكبكوا وبسخلوا معايا بوطي عين البتجاز بتسلق على طول ما بتاخدش اي وقت حبيب خلاص السلقت معايا اسيبها تهدى شوية اجيب الكبه الخلاط الهند بلندر ايه اللي عندك حطيت الكمية بتحت البطاطا كلها هضيف عليها في الوقت ده نص كباية سكر السكر ده على حسب الرغبة بتحبيها مسكرة زيادة عن اللزوم دي في ربع كباية كمان لكن هي مزبطة حلوة جدا بنص كباية السكر دفت عليهم كيلو لبن حليب وكان سائح حبيبي مش دافي ولا سخن معايا كيسين كريم كرامل زي ما احنا عارفين العلبة بتبقى فيها كيسين كيس كريم كرامل لبودرة والكيس التاني بن سائل لا هركن السائل على جنب اللي هو اللون البني وخدت الكيسين البودرة دفتهم بالشكل ده وهضربهم ضربة حلوة جدا هموتهم الدربة حبيبي بالقلب لسه انا وانتو طيبين يعود عليكم وعلينا على امة المسلمين بخير الشتاء اللي احنا فيه حبيبي قلبي ورمضان جاي علينا كل سنة وانتو طيبين خلاص ضربناهم ضربة حلوة جدا زي ما انتو شايفين هاجيبي الحلاء اللي انا كنت سلقى فيها البطاطا بس بصراحة انا غسلتها حبيبي قلبي وهفضي الخليط فيها وهحطه على عين البتاجاز تاني زي المهلبية بالزبط مش هتاخد اي وقت بس ادكي فيها وباردك نوطي عين البتاجاز عشان ما تتلسعش معانا حبيبي قلبي كل ما القليط يخش في السوى اللون بيغير معانا بيغمق معانا بالشكل دو في الاول كان اللون خلي بالك وفتح جدا خلاص بجبجت معانا وتقلت هشيلها من على النار جبت البولات بتحتي ايه كسين بقى اللي احنا ركنناهم على جنب فتحتي واحد واحد كده وفي البولات اللي انتو شايفينها عايزة تعمليها في سنية براحتي بس هتفضل لكياس ديت في السنية في كل بولة حطيت حبة من الكريم كرامل السايب دو بصراحة الطعم بتاعها كان تحفة 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 والله لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها هغرف البطاطا بالشكل ده وزي ما اتفقنا عايزة تحطيها في كاسات عايزة تحطيها في سنية ايه طباق عندك عادية مش هتقول لك لا اهم حاجة قلنا الطعم والطعم تحفة والله العظيم تحفة اتمنى اللي يتفرج على الفيديو ما ينساش اللايك اللي انتو دايما تنسوه خلاص هنعب كل البولات بالشكل ده لو بتحبها ساعة هنحط طائمة نص ساعة ساعة في التلاجة لو عايزها عادية مجرد ما هتسيبها على جنب نص ساعة هتلاقي الكريم كورامي اللي طبعا مسك معاك وهتضوء الطعم تلاع معايا سبع بولات في الوقت ده انا حطتهم في السنية وحطتهم في التلاجة بصراحة لو انت مش حابة تاكل البطاطا ساعة هتحط البولات دي على جنب ايمة نص ساعة بالكتير او ساعة هتلاقيها جمدت معاك وبقت بالشكل ده ايه رأيكو في الشكل قولت من الشكل بس وطعم كمان حبيب قلبي في الوقت ده بقى انا بدقها انا عاملها قبل كده على فكرة على القناة على فكرة الحتة اللي انا بدقها دي هي دي الحتة اللي نبتني من الوصفة كلها حبيبي الفي هانا وشيفا على اللي كانها اتمنى تجربوها هتعجبكو جدا واللي اتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك اتمنى يشترك يا حبيب قلبي قالوكو ايه بقى اصبكم في رعاية الله